أعوذ بالله من الشيقان الرجيم صورة الأحقى في مكية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنظير الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما موظروا مؤرطون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا غلقوا من أرض أم لهم شركوا في السماوات يدعوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وعيهم غافلون وإذا عشر الناس كانوا لهم أعلى أو كانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتره قل إن افتريته فلا تمنكونني من الله شيئا وأعلم بما تفيرون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدني ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما نوحى إلي وما أنا إلا نذيع مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله فكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مسره فأعمنوا واستكبرتم إن الله على يد القوم الصالمين فقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سمقونا إليه فإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لهم لو الذين ظلموا ومكسرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا للمحسن ببالديه إحسانا حملته أمه كلها ومطعته كلها وحمله وفصاله سلسون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوذيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى بالدي وأن أعمل صالحا ترى واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما أعملون نتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان لا ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أسطير الأولين أولئك الذين وعد عليهم الحق حق عليهم القول فيه ومن قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسدين ولكل درجات مما أعملوا ولأوفيهم عمالهم فهم لا يظلمون فيوم يعرض الذين كفروا على النار فذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تزون على بلحون بمعكوة تستكبرون في الأرض بغير الحق وبمعكوة تفسقون فاذكر أخا عاد إذ أنرى قومه بالأحقاف وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله لني أخاف عليكم على بيوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا آلهتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما نعلم عند الله فأبلغكم ما رسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما أعوها عرضا مشتقبل أرضيتهم قالوا هذا أعرض ممطرنا فالوما استعجلتم به ليهم فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأبن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نزل القوم المجذمين قال قد مكناهم فيما إن مكناكم به ودعلنا لهم سمعوا أبصاروا أفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا آيات العلهم يرجعون فلولا نصرهم الذي يتخذوا من دون الله قربانا آله فلطلوا عنهم وذلك عفكهم وما كانوا يفترون فإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما أعضروا قالوا أوسطوا فلما قلوا يولوا إلى قومهم منجرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أمزى من بعد موسى وصدقا لما بين عليه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أعجيوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم يا ظنوبكم ويجدكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض بغير الحق وليس له من دونه أولياء أولئك في غلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات أوله لم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيى الموت بلا إنه على كل شيء قدير ويوم يورض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلا بربنا قال فلوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كبا صبر أولو العزبين الرسل ولا تستعدل لهم كأنهم يوم يرون من يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ولا فالي لك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم